كريغ هل تعتقد أن المجتمع الدولي يستطيع أن يتفهم أن استقالة مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك هي إدانة كبرى للمجتمع الدولي وإدانة أيضا للمنظمات الكبرى التي ترى ذلك ولا تتحرك؟ لأكون واضحاً أنا لا أدين كل الأمم المتحدة ولكني أدين الجانب السياسي للأمم المتحدة تحديداً وخصوصاً مستشار الأمن وما أراه أنهم حذرين وحريصين جداً في ردودهم تجاه ما يحصل في فلسطين وأيضاً أستطيع أن أقول أن السياسات الغربية تحديداً تجاه ما يحدث في إسرائيل والحملات التي تشن ضد غزة أستطيع أن هذا لا يساند الموقف الفلسطينيين في غزة وأيضاً الولايات المتحدة الآن تدعم سياسياً ومدياً وتدعم وتساند بشكل فعال ما تفعله إسرائيل من جرائم في غزة هذا هو الجانب الذي يجب على المجتمع الدوري المشاركة فيه وإيقافه وبصراحة أعتقد أن مجتمع الدوري حتى الآن لم يتخذ كل الإجراءات وكل مقاومات وصلاحيات لإيقاف هذه المجزرة ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها المجتمع الدولي لإيقاف هذه المجازر في رأيك؟ في الأول يجب على المجتمع الغربي التوقف عن دعم إسرائيل مرة واحدة لأن هذا العنف الذي يحدث الآن يجب أن يكون هناك اعتراض دولي في البداية لإدانة هذه المجزرة هذه البداية الجماعية الأمر الثاني هو يجب أن نوضح اتجاها واضحا للولايات المتحدة تجاه ما يحدث وعدم الدعم المستمر لإسرائيل في هذا الأمر وأن يضعوا حدا ونهاية لما يحدث ثالث أمر وهو أن نكون واضحين تجاه من هم المسؤولون عن هذه الجريمة التي تحدث يجب أن نرى أفعالا من المجتمع الدولي يجب أن نرى أفعالا وواضحا من المحكمة الدولية يجب أن نفعل كل ما نستطيع لإيقاف ما يحدث العالم الغربي ومجتمع الدولي عموما يبدو الآن أن هناك البعض من يستمتع بما تفعله إسرائيل ولكن يجب أن نضع حدا لما يحدث وأن نحدد المسؤول عن هذه الإبادة وفي النهاية أقول يجب أن نقف صامدين وأن نضع حدا وأن ننهي ما يحدث وأن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح لاتخاذ هذه الخطوات لم يتبقى شيئا للفلسطينيين في غزة الآن أعتقد أن حقوق الإنسان تنتهك الآن من جانب الإسرائيلي أعتقد أننا يجب أن نطلب وأن نطلب من الجانبين أن نطلب من الجانبين احترام حقوق الإنسان وأن نقول أن حقوق الإنسان يجب مراعتها من المجتمع الدولي يجب أن نتحل بالمسؤولية تجاه ما يحدث ترجمة نانسي قنقر